اخر حاجة مباراة الاهلي وشباب بولوزداد المباراة دي اتغير معادها كذا مرة واتنقل مكانها كذا مرة مطش يوم السابق 9 ديسمبر لا بقت الجمعة 8 ديسمبر المطش كان الساعة 9 بالليل بقى بقت الساعة 6 بالليل ساعة 6 مساء المطش كان ممكن يتلعب في السلام لا الاهلي كولر فضل ان يلعب في استاد برج العرب وعلى فكرة جزء من اختيار كولر ان المباراة تتلعب في برج العرب ان انت ما عندكش مباراة في الدوري فانت الفرق الزمني ما بين المباراة يسمح لك انك ممكن تسافر اسكندرية لما جي يلعب مع مباراة ميدياما الغاني ليه يلعب في السلام لان عنده مباراة في الدوري بعدها بـ 72 ساعة أو 48 ساعة فما كانش ينفع يسافر برج العرب شايف هو السفر لسكندرية الزهاب والعودة والدخول في معسكر ممكن يسبب اجهاد للعيبة ولكن بعد تقديم مباراة شباب بلوزداد ليوم الجمعة وتأجيل مباراة زد وما فيش مباراة لغاية السفر إلى السعودية يوم 10 أو 11 ديسمبر فبالتالي بقى كولر عنده خيارات أفضل في اختيار الملعب استاذ القاهرة للأسف مغلق وانا قلت الموضوع ده قبل كده وشرحته باستفادة وموقف استاذ السلام كان في المباراة السابقة فقط واستاذ المؤولين ليس من الملعب المعتمدة فاختيارتك كلها بتنصب في حدود من 5 إلى 6 ملعب المعتمدة قبل انطلاق مباراة دون المجموعات استاذ هاية قناة السويس في اسماعيلية استاذ محافظة السويس استاذ السويس في المحافظة يعني استاذ برج العرب استاذ القاهرة استاذ السلام استاذ 30 يونيو على فكرة الناس اعتقدت ان اهل لو راح اسكندرية ممكن يلعب في استاذ اسكندرية استاذ اسكندرية ليس من الملعب المعتمدة لدور المجموعات على فكرة اشان الناس اختلط على الامر فاكرة استاذ اسكندرية ممكن يتعب عليه مباراة دور المجموعات لا استاذ اسكندرية خرج من الملاعب المعتمدة وبالتالي كولر اختار استاذ برج العرب والنهاردة تم اختار الاتحاد الافريقي ان المباراة ان شاء الله هتتلاعب على استاذ برج العرب فرسميا الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة التالتة من مباريات المجموعة الرابعة لدورة ابطال افريقيا الجمعة اللي جاية على استاذ برج العرب الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وفي خلال ساعات بالتأكيد شباب بلوزداد هيتم اختاره بهذه التفاصيل عشان يقدر يحجز فندو الاقامة والتدريبات اكيد في برج العرب لان الامر اختف لو كان لعب في القاهرة عن السفر الى الاسكندرية دي ابرز الاخبار والكواليس والتفاصيل المتعلقة بنتيجة مباراة امس وما هو قادم بالنسبة للاهلي وموقف ايضا اللاعبين المصابين